أول نقطة يجب أن يشتغل عليها هذا المجلس الأعلى للشباب هي المساهمة في الوحدة الوطنية في استرجاع اللحمة الوطنية نقطة الثانية هي الحفاظ على القيم والهوية الوطنية لا بد أن علم ذلك هذا الشاب كله أن يدافع على بلاده ودافع على الهوية والقيم لأنه مجلس الأعلى للشباب هناك أفراد شباب من الجالية مكوني لهذا المجلس لا بد من استقطاب الكفاءات العلمية والشبانية الموجودة في الخارج من أجل أن تساهم في التنمية المحلية في بلادها أتعلم سيدي الكريم أن لدينا شباب طاقات كبيرة في الطب في الهندسة في الميكانيك في الطاقة الضرية موجودة في الخارج لا بد أن هذا المجلس الأعلى للشباب أن يستقطبها أن يستفيد منها لا بد من هذا المجلس الأعلى للشباب أن يساهم في نشر الوعي في نشر الوعي الثقافي المجتمعي الوعي الاجتماعي بين الشباب الجزائري كلنا نرى أن نشاهدوا أن نسبة الهجرات تفعت لا بد أن يشتغل على آليات البطالة لا بد من إيجاد آليات للتخفيف من البطالة في الجزائر لا بد من هذا المجلس الأعلى للشباب أن ينسق مع مختلف الهيئات والوزارات مثل الوزارة المنتدبة والمؤسسات الناشئة أو الانساج وكناك والانجام لا بد أن هذا اللجال يجب أن يكونوا في المجلس الأعلى للشباب لأنه الشاب الجزائري وما يحوص؟ يحوص على الخدمة، يحوص على الراحة، يحوص على مكان الترفيه يحوص على العلم، يحوص على أين يفجر طاقته، أين يمارس لهواية تلكه لا بد أن نجد كل هذه النقاط موجودة في المجلس الأعلى للشباب المجلس الأعلى للشباب لا بد أن لا يكون مجرد استقطابات أو مجلس يستغل في العمل السياسي أو في العمل الانتخابي أو في العمل الترويج لسياسات أخرى لأن هذا الزمن قد وله قبل الجزائر الجديدة كان صحيح الشباب والمجتمع المدني أن نستعمله في السياسة ونستعمله في معفلان وعلان الآن لا 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 بد من المجلس الأعلى للشباب أن يهتم بمواضيع الشباب وفقط